وأنا أعزمتك اليوم لألك إنه بدي أفتح صفحة جديدة بس معلومك صعب تقلف كتاب جديد بدون ما تشق صفحات الكتاب القديم نازم التجربة ما تعيش على أوقات تشوش عليها بعدتك ما تشوف الضوء أسفرات مع الأسف أخلفك وعده وخلاك تشوفه يمكن تكون عم تسأل حالك لشو سمنتك بالمبيت ولا بالأكل رح جاوبك لتروح من التامح بالتنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يدعي الجنرال للابتسام واخيرا ابتسم الجنرال كيف ليش ابتسم هلا رح نشوف مع بعض اذا بتذكروا المشهد اللي بالجامع اللي قتل فيه اصلا اللي هو يعني قمع او او انهى حالة الانقلاب او التمرد عليه وعلى اخوه ولما كانوا بالتوافق مع بعض ومتفقين مع بعض بالتعامل او بالتعامل مع حيدر وبالتنسيق مع حيدر وكيف تمت الخطة وكيف قضى على اسطان بطلقة رصاصه على جبينه في قلب المسجد وكيف ابتدأ تلعت الهتفات وهو اصبح في حالة من النشوة حالة حالة النشوة هاي اللي اول مرة بيحس فيها واضح انه لأول مرة بيحس فيها بيحس انه فعلا انتصر فعلا الامور استتبت لكن في زياق الحلقات اللي جاي منشوف انه اللي مهد لهي العملية واللي حماها ودافع عن عن فرات ونسق عسكريا وامنيا هو عاصي فلهيك احس عاصي فعلا انه هو اه اللي حصة كبيرة في في مشروع الدولة او في هاي الدولة وانه اخو فرات هو اه شخص لا يمكن ادارة هاي البلد وانه في حمايته عايشين عيلتهم كلها عايشين بحماية اه عاصي وتم فعلا التواصل تواصل عاصي مع بعض الدول والتنسيق لانقلاب على فرات واستلام الحكم بدل فرات لكن فرات كان اشتر منه وازكى منه وتعامل مع اسرائيل ببعض القضايا المهمة واغلق الملف لصالح فرات اه المسلسل يا جماعة عم يعطي اه حالة من السرد السرد التاريخي بشكل او باخر طبعا ما فينا نقول سرد تاريخي توسيقي يعني ولكن هو كدراما عم يعطي سرد تاريخي للاحداث فهو ربط المسلسل والكاتب والمخرج ربطوا حقبتين مع بعضهم في هذا المسلسل فكان لابد لابد بمرحلة من المراحل انه هاي المراحل تتفكفك عن بعض لما شفنا مثلا حافظ اسد كيف قضى على الانقلاب او تحالة التمرد اللي من قبل اخو رفاة الاسد وتم ابعاده بشكل او باخر ببعض التفاهمات وتم سلب البنج المركزي السوري من قبله بعدة مليارات من الدولارات وفتح او اقام امبراطورية مالية بفرنسا ايضا بالوقت الراهن كلنا صرنا بنعرف سيطرة اسماء الاسد وماهر الاسد على الاقتصاد السوري او سيطرة اسماء الاسد على الاقتصاد السوري بحماية مهر الاسد وايران ايضا كان لابد لفرات اولى المسلسل انه في هذا السياق الدرامي يكون في حل او في شيء لازم ينعمل لفصل هاي الحالة القديمة عن ما يجري الان وخصوصا في دولة الفرات خلينا نقول في دولة الفرات فكانت الفصل هو بداية انهاء حالة التمرد تبعي عاصي ومغادرت البلد مع بعض الضباط وايضا تخلي عن بعض العناصر البسيطة اللي مع الهاقيمة عنده وكيف كيف بدأ يلتقي مع الاستخبارات الدولية وبعض الدول في الاستخبارات يمهد هو بياهن لرجوعه للبلد لكن في المقابل في البلد في بلد فرات في حالة اصبحت واضحة وصريحة وهي انه استتبى الامر لفرات ومع ذلك فرات كان محتاط جدا من حيدر مثلا كيف انه نفذ او حاول يتنمر على عاصي ويتنمر على اي على شخص اشخاص تانين بدون حتى تصوروا انه انه اذا بده يتنمر حيدر وهي اعلى سلطة امنية موجودة تحت ايد فرات اذا بده يتنمر على حدا لازم ياخد تعليمات وقوامر من مين من فرات واذا عملها عملها بدون الرجوع الى فرات فهو يعتبر بداية التمرد وانا اعتقد انه فرات لو كان هناك جزء اخر رح يستغني عن حيدر او يصفيه بطريقة او باخرى في الجزء التاني لانه احس انه في حالة من التمرد صارت عنده لانه رح نرجع للعظمة او داء العظمة اللي موجود عند البشر فعاصي لما حمى فرات وانهى الانقلاب وتم تصفيت اصلا بحماية عاصي ابتدى يقول انه هاي البلد صفيت الي وانا اللي عم بيحمي فرات فبدو يعمل انقلاب عليه فانها عاصي ففي المقابل حيدر رح يفكر بنفس هذا الاسلوب ورح يعتقد انه فرات ما حر يقدر يستغني عنه بعد كل هالخدمات اللي قدمها فاعتقد انه فرات رح يصفيه بمرحل من المراحل فيما لو كان هناك جزء اخر لهذا المستلسل اما ابتسامة الجنرال ايها السادة والسيدات فهي ابتسامة يعني واضح واضح انه هي ابتسامة ابتسامة اجرام ابتسامة شماتة ابتسامة حقد ابتسامة شخص حقير ابتسامة ندالة انتصر فيها على اعداءه بالخبص بالخدعة باللا شرف بعدم اتباع الاصول المنافسة الشريفة بكل الاساليب استخدام كل الاساليب الحقيرة على اعداءه وابتسم هاي الابتسامة ولاحظوا انه يوم اللي قتل اصطران ما ابتسم لكن يوم اللي قتل صهره جوزخته وزير دفاعه واقرب الناس واخلص الناس اله ابتسم لاحظوا انه اصطران كان عم يعمل حالة تمرد او انقلاب عليه لما قتلوا ما ابتسم لكن لما اخرج اخرج صهره من السجن زين الدين اخرجوا من السجن وبعتوا على اسرائيل واعادوا للدولة وكرموا ورجعوا لزوجته او لاخته رجعوا لبعض وولا وزارة الدفاع ومع ذلك ما نسي فرات انه في يوم من الايام قال له انا بوعدك ما خليك تشوف الشمس وتيقن من خلال الهيوار اللي صار انه صهره او وزير دفاعه في له نفس اميركي او نفس حالي من التمرد او في في نوع من العلاقة الخفية بينه وبين الامريكان من خلال بقضية الديكرومي المعروفة في في اعياد في اعياد الميلاد عند الامريكان فهو خطط اللي صفيه بهذه الطريقة يعني طريقة الاكل الامريكية بعيد الشكر اعتقد هو عيد الشكر عند الامريكان وبياكله ديكرومي فصفاه بنفس الطريقة اللي بيشوفها هي مناسبة لحتى يقوله للامريكان انه انا هذا عميل الكن وانتوا قدرتوا تتواصلوا معه قدرتوا جندوا لكن انا اتخلصت منه بكل سوء الحقيقة هي الابتسامة انهت حقبة كاملة اليوم اللي قتل او سممه لصهره ووزير دفاعه وفراد فهذا عمليا انهى حقبة كاملة كان فيها عصر او زمن من ابوه او اشخاص موجودين ايام ابوه ايام العهد القديم فهو اغلق كل الملفات هي بالقضاء وتصفية كل هاي الاشخاص اللي نرجع من اول ممكن تكون هي خلية الازمة اللي صارت في 2012 حتى تصفية غازي كانعان تصفية رئيس وزراء محمود الزغبي ايام حافظ اسد فاي هي عملية دمج مثل ما قالنا نجح المخرج المؤلف في دمج ولكن هذه الابتسامة تنم على انه فراد قضى على حقبة كاملة انهى شهود العيان على هذه الحقبة كاملة وعلى الاجرام اللي تم في هذه الحقبة وسيبتدئ حقبة جديدة ايضا من خلال التفجير اللي سمح فيه وقتل كل الاقتصاديين والعسكريين الموجودين ايضا من حقبة ابو وابتداء ابتدأ الحقبة الاقتصادية الجديدة وايضا رح يكون في حقبة عسكرية جديدة يعتمد عليها الحقيقة في كتير ظلم لهذا المسلسل في كتير يعني عم بيأولو تأويلات كتير عم بيتهمو اتهامات كتير العمل عمل درامي عمل يعني مثل اي مسلسل موجود عم يطرح قضية قابلة للنقاش اتهامات كتير وجهة له تم الدفاع عنه بشكل مستميط ايضا طبعا فيه اخطاء كتير في الاخراج فيه اخطاء كتير في المؤسلين وخصوصا المؤسلين السنويين نحن ما عم ننقد هذا يعني للأسف انه صار الكل بده ينقد المسلسل ويعتبر يعني نصب نفسه ناقد فني لهذا المسلسل يعني ما بظن انه هذا ظلم في النقد اللي توجه له ظلم وفي المديح الزائد اللي توجه له ايضا ظلم هو عمل فني درامي له ما عليه ما عليه فيه اخطاء فيه ابتكارات جديدة فيه مدرسة جديدة في الصياغ الأدبية فيه اسلوب جديد في الاخراج واستخدام الكاميرا فيه خلل فيه اخطاء فيه عسارات كتيرة ايضا موجودة ممكن واحد يمتقده ولكن المديح الزائد له والنقد الهدام له فيه ظلم كتير له انا خلصت الفيديو وتبعي اليوم بتمنى تتابعوني اذا عجبكم المحتوى تبعي اتشاركوا لأصدقائكم بتمنى تدعموني وتضغطوا زر اللايك وتشات فعلوا زر الجرس سيصلكم كل جديد بتمنى اضيفوني اضيفوا اشخاصكم اصدقائكم يعني تنصحوهم انه يشتركوا بقناتي لحتى اتطورها اكتر واطرح فيها قضايا مهمة اكتر انا خلصت الفيديو اليوم وتحياتي لكم والسلام اشتركوا في القناة